تعاني نحو ثلاثة آلاف عائلة تقطن في مخيمات الحبانية جنوب الفالوجة من ظروف معيشية صعبة في خيمهم حيث يضاعف البرد القارس من معاناتهم بسبب عدم توفر وسائل التدفئة فضلا عن شح المساعدات الإنسانية المقدمة لهم من خلال زيارتنا لهذا المجمع وجدنا أن هناك ما يقارب الألفين عائلة نازحة من مناطق الغربية وبعض مناطق محفظ الأنبار لم يتم إرجاع هذه العوائل بسبب وجود بعض الصعوبات ومنها نقص الخدمات في المناطق المحررة الحكومة جاهدة في إعادة إعمار المناطق بالتعاون مع المنظمة في سبيل إرجاع العوائل إلى مناطق سكنهم وينتظر النازحون بصيصا من الأمل وعودتهم إلى مناطقهم من قبل الحكومة العراقية حيث أن معظمهم من مدن غربية الأنبار التي تم تحريرها مؤخرا من تنظيم داعش إلا أن العبوات الناسفة التي زرعها تنظيم داعش ونقص الخدمات الأساسية في هذه المناطق ما زالت تشكل عائقا في عودة النازحين المنظمات توجهت إلى العائدين بقى منظمة موجودة بالمدينة السياحية التي هي عاملة هذه المنظمات الموجودة بالمدينة السياحية نحن الحد الآن بالمدينة السياحية تقريبا عندنا تجينا ناس من الشمال من غير مناطق تجي جاي تعرف أنت اللي يجي مناكا ما يقدر يأجر سيارة على دوشقين ثلاثة يعيب قراضة هناك ويجي هناك حتى يرجع المنطقة يبقى لشهر شهرا يالله يرجع المناطق المناطق بغى التحرير بعد حدنا أكثر من مناطق ما رجعت رجعت عندنا البارحة 115 عائلة من عانا فقط بعض القربية كلها اللي موجودة هناك الحد الآن ما أستلم أي شيء لا دوشق لا فراش ولا نفط ولا أي شيء هناك موجود من مدينة السياحية وشوف نكعة لنا البرد يعني هاي لبستنا يعني ملابس ماكوا قذاء ماكوا كهرباء ماكوا يعني هسه الله شاهد الجامعنا كنا يتنعحنا المخيم الجامعنا بيناتنا حتى على موت نوفر قاس للحوال والله جتنا البريد وجتنا شي ماكوا شغل ماكوا نفط ماكوا صابات ماكوا ما يقدرون عيشتنا وعلى ينطلنا شي قولنا روحوا لهالكم إذاها آمنة ومحررة ما أذاها بيها شي لا والله ما أردن روح وإذاها محرروا هاي ما ينطلنا نفط ما ينطلنا صابات ما ينطلنا فراش الدنيا شي سوى تشتنى البرد وجهاننا مرضى هي ولا شتنى البرد والله وباردة الدنيا والله نفط ماكوا فراش ماكوا والعندي مريضة أنا شو يسوي به ولا عندي والي ما عندي والي والله يخير نعمين أطل نحن نلقا ليش ما رجعت بعد ما رجعونا نحن مدنة رجعونا على ديارنا وأوضحت المصادر أن تزايد حالات المصابين بالبرد في مخيم الحبانيا خاصة بين النساء والأطفال يأتي في ظل الإهمال الحكومي للنازحين وغيابه الدعم الإنساني ترجمة نانسي قنقر